شاركت جامعة الجلالة في عدة فعاليات وأنشطة على هامش انعقاد الدورة السبعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخية قابة سبعة وعشرين وأشهد زوار جناح الجامعة بجهود طلاب الجامعة الدارسين بمجالات الفنون والتصميم والعمارة في تصميم وتنفيذ الجناح بالكامل من مواد أعيد تدويرها وأشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة في حلقات نقاشية حول كيفية الربط بين مختلف وسائل القيادة والتعاون والتمويل لتصبح أول جامعة خالية من الكربون في مصر كما تم تقديم عرض حول تأثير المناخ والطاقة بين مصر وجماعات تكساس بالإضافة إلى المشاركة في حلقة نقاش بعنوان كيف تعمل التكنولوجيا الوعية على إنقاذ الشعبة المرجنية وإحياء التنوع البيولوجي البحري